على جسر الزيتون في مدينة الناصرية حيث كانت المجزرة تتجدد غصة الفراق لدى أهل الضحايا الذين أغلقوا الجسر من جديد احتجاجا بعد معلومات تسربت عن إغلاق ملف المجزرة التي استشهد وأصيب فيها نحو 300 متظاهر ذلك بعد إطلاق القوات الأمنية الرصاصة عليهم في الثامن والعشرين من تشين الثاني عام 2019 ندين ونستنكر ما حصل يوم أمس بإغلاق ملف قضية جسر الزيتون ثور ساحة الحبوبة من السمرين وخلوا أباكم والله العليل عظيم ثورة ترجع بالعراكلها إذا رجعت بالناصرية وهذه رسالة من عندنا لكم يا نواب يا مسؤولين يا أي واحد يريد يفكر أن يدخل روحها بقضية الزيتون أكثر من عامين على المجزرة ولا يزال المسؤولون عنها تلقاء دون معقاب ما يطرح أسئلة عن تورط مسؤولين كبار فيها نحن بعد طفح الكيل سنتين والسنة الثالثة وأي خطوة جدية ومحاسبة القتلة ما موجودة لأنهم نفسهم هم القتلة هم اللي قتلوا ولدنا أهلا أصلا لا انتخبناهم ولا وياهم ونحن طلعنا لسقاط النظام ولدنا طلعوا طالبوا بحقوقهم وهذه الحكومة كلها ميردوها حكومة كلها راضية هي محاولة إذن كما يرى أهل الضحايا من السلطات للعودة إلى المربع الأول وتسيس القضاء المتهم أصلا بالتبعية للأحزاب تلك التي عادت إلى الواجهة عبر انتخابات برلمانية لم يشارك فيها أكثر من ثمانين بالمئة من العراقيين ليش القضية تنغلق بس هذا الشيء يعني ليش لما قبل أربع سنوات ما كانت تريد تنغلق القضية قبل سنتين يعني أول استشادهم ما تريد تنغلق القضية بس لما راحوا وصعدوا على الكراسي وخذوا الانتخابات صارت راح تنسد القضية حزن وألم على من رحلوا ومطالب لم تتحقق يضافوا إليها عدالة مغيبة عوامل يبدو أن أحزاب السلطة لم تلقي لها بالا وخصوصا في محافظة مثل ذيقار ما يرجح انفجار بركان التظاهرات بشكل أكبر لإسقاط العملية السياسية في العراق